حوادث إرهابية حقيقة حدثت في فرنسا طوال الشهور الماضية هنا حادث أيضا حدث صباح اليوم في مطار أورلي في باريس من موقع فرنسا 24 فرنسا تقول إجلاء ألاف المسافرين وتوقف حركة النقل الجوي بالكامل في مطار أورلي في باريس التفاصيل قالت السلطات الفرنسية أنه قد تم إجلاء حوالي 3000 شخص من المبنى الجنوب لمطار أورلي الواقع بجنوب باريس فيما أعلن السلطات الطيران المدني في ناحيتها أن حركة النقل الجوي توقفت بالكامل في المطار إثر إطلاق قوات الأمن النار على رجل هذا الرجل حاول أن يجرد جنديا من سلاحيه في المطار ثم لجأ بعد ذلك إلى محل تجاري وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت أن قوات الأمن في مطار أورلي بجنوب باريس قتل الصباح اليوم رجلا بعدما حاول أن يسرق سلاحا من جنديا والناتق باسم الوزارة قال أنه في حوالي الساعة السابعة ونصف صباحا سرق رجل قطعة سلاح من عسكري ثم لجأ إلى محل تجاري في المطار قبل أن تقتله قوات الأمن الفرنسية أضاف أيضا أنه لم يسقط جرحا بينما قال الشهود أنه تم إخلاء المطار ذكر الشهود أيضا اتصلت بهم وكالة الأنباء الفرنسية المعنية بهذا الخبر أنه قد تم إخلاء مطار أورلي إدارة المطار أيضا قالت أنه قد تم إغلاق مبنيي المطار بينما ذكرت وزارة الداخل الفرنسية أنه تم إجلاء حوالي ثلاثة ألاف شخص من المبنى الجنوبي من المطار سلطات طهران المدني في جهة أخرى أيضا أعلنت أن حركة النقل الجوي توقفت بالكامل في هذا المطار الذي نرى تفاصيل المشاهد كما تبدو في هذه الصور ترجمة نانسي قنقر